التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء حسناد بالقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحديد رئيس الوفد العسكرية الجزائرية الذي يزور مصر حاليا ضمن فعالية لجنة التعاون العسكرية المصرية الجزائرية تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوفاق التعاون العسكري في العديد من المجالات بين كلا الجانبين وأكد الفريق أسامة عسكر حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على زيادة أواصل التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين من جنيبه أشهد رئيس الوفد الجزائري بالجهود التي تبذلها مصر وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية مؤكدا حرص بلاده على دعم أفاق التعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة